يا سلام بقى على المكشكشة كده ويلسة طلعة من الفرن تحمرة كده وجميلة بننزل عليها بقى بالصوص الرهيب ده وكمان الميزة في الوصفة دي ان هي مبتاخدش منك شربات كتير فالموضوع يعني بما ان السكر يعني اللي مندول عنده مشكلة فهي يدوبك بتاخد حاجات بسيطة بصوت مورقة وجميلة جدا وبجد تحفظ لو اومر تشوفوني انا دعاء عمر ما تنسوش تشتركه في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو ويلا بينا بقى نعمل احلام كشكشة جبت بقى لفة بلاش اللفة دي تقريبا نص كيلو بالزبط بعد كده جبت قلب البايريكس ودهنته بالزبدة انا ببقى عاملة زبدة على معلقتين زيت بس وكان الباقي كله ببقى زبدة وابتدي زي ما انتو شايفين كده اعملها زي شكل المروحة فاكرين لما بنعملها كده اللي هو وشي وضهر ووشي وضهر لغاية لما نخلص الورقة زي ما انتو شايفين كده انا بحاول ان انا اقرب علشان تشوفوها ونبتدي ان احنا هنرصها بالطول زي ما انتو شايفين اهي هي بتبقى كده مرة وش ومرة ضهر لو في اي حتة فيها متقطعة او اي حاجة بتبتد ان انتو عادي تزبطوها كده وداروها تخلوها هي اللي تحت مثلا بس كده تبتد ان انتو بقى تدهنوها وخلي بالكم هنا في حاجة مهمة قوي ان انتو لما تيجوا تدهنوا تتأكدوا ان الزبدة كده دخلت ما بين الطبقات علشان خاطر هي لما تقفلها كده على نفسها في اماكن ممكن ما وصلهاش الزبدة ودي مهمة قوي في التوريق فطبعا كده ده الجلاش خلاص انا سقيته كويس بالزبدة ودي بقى الصوص اللي احنا هنعمله دي كباية لبن النص كيلو عليه كباية لبن عليها نقطتين من الفانيليا ومعلقة من الكاسترد ومعلقة من الصغيرة من البيكنج بودر ومعلقة احنا قلنا معلقة الكاسترد ومعلقة كبيرة من الكريمة كريم شانتي عادي وبس كده ومعلقتين من سكر البودرة ونرفعها على النار لجاية لما تقلي ونتبعها كويس قوي لان البيكنج بودر ممكن يخليها تفور قوي وزي ما انتم شايفين كده هنسقي بيها قلصينية وهي سخنة وبعد كده نرجعها في الفرن حوالي من 5-7 دقايق لجاية كده منحس انها تشربت ونتأكد برضو زي ما قلتلكم كده بنعمل بالمعلقة او بالسكينة ما بين كل خط والتاني علشان نتأكد ان التشريبة وصلت لها كويس قوي علشان ده بيفرق جدا والتوريقة تبقى حالوة عشان ما بقاش في اماكن ما وصلهاش التسقية ودي طبعا تبقى طعمها مش حالة بعد كده نسلت عليها بقى بالشربات زي ما انتم شايفين كده على بوسيط واحدة واحدة كده لغاية ما نحس ان هي تمام يعني فكرة تلميع يعني على تطعيم بس مش اكتر يعني مش بتاخد كمية شربات زي الصانية العادية طبعا بس كده خلص زي ما انتم شايفين شكلها بقى طحفة يعني حاجة كده في القلب هنقطعها بقى كده ونقطع في الطبق وهواريكم شكلها عامل ازاي طبعا شكلها طحفة ومورقة وتشريبة وصلت لها والفهنة وشيفة على قلبكم